بسم الله الرحمن الرحيم شعب العراق العظيم شعب المروة والصبر والرفعة شعب البناء والإنجاز والحضارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعيد الذكرى الخامس والعشرين من تشرين أول أكتوبر لنذكر أنفسنا بنا للشعب حقوقه حقوق أصيلة وصوت واضح وموقف شجاع ورؤية وأن وظيفة الحاكم هي الاستماع إلى صوت شعبه في مثل هذا اليوم قبل عام كانت لشعب العراق صرخة وصولة تجسدت في وجه الشباب والشابات النساء والرجال الشيوخ وحتى الأطفال الذين سجلوا أسمائهم على أصدر التاريخ ونحتوا بدمائهم الطاهرة طريقا نحو المستقبل نعم يمكن نعرف تلك اللحظة التاريخية بكل الطرق المتاحة ويمكن أن نجتهد غير أننا في نهاية المطاف سنصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن الحراك الاجتماعي العراقي قد وضع خارطة الطريق أقر بها الجميع ونحن ماضون فيها وحسب مفرداتها لقد تشكلت هذه الحكومة ويتضع نصب عينها أن تكون معبرا لإرادة الشعب كل ذلك كان في منهاجها الحكومي أن هذا المنهاج وضع حيز التنفيذ منذ اليوم الأول من عمر حكومة الذي لا تتجاوز خمسة شهور وأول معيار وضعناه نصب ضمائرنا أنها حكومة هدفها الأساسي هو التخطير لانتخابات حرة نزيها عادلة وقد حددنا من دون تردد السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لهذه الانتخابات ونحن متمسكون بهذا الموعد عملنا وما زلنا نعمل على مساعدة مفضلة الانتخابات لإكمال استعداداتها لإنجاح هذا الحدث الكبير خصوصا في حال إكمال مجلس النواب الموقر آليات قانون الانتخابات ونعمل أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية هذه الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاحة إن رادة التغيير السياسي تعبر عنها واقعا صناديق الاقتراء فليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات لذا يجب على الجميع الاستعداد لها ونحن نتكفل حمايتها من التزوير والسلاح المنفلت في كل السبل والوسائل القانونية والخطط الأمنية المحكمة ومن خلال احتنامات النظام البايومتري للتصويت وسط كل التغرات الإدارية والتكنولوجية في النظام الانتخابي وقبل كل ذلك فتح الباب أمام الجميع جميع القوى السياسية والشعبية للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم وخوض الانتخابات والمنافسة الانتخابية بشرف ومسؤولية وضمن السياق القانوني والدستوري قلنا إننا نفي بالوعد وواعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقاق في أحداث تشرين المؤلمة وفعلنا رغم شكوك البعض من المزايدين وأحيانا تحديات المبتزين هنا وهناك وقد شكلنا فريق تقص عن الحقاق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد مرحلة جمع وحص أسماء الشهداء وتسوية قضاياهم ومن ثم مرحلة جمع وحص الجرحى والبد بعلاجهم داخل وخارج عراق وعلى شكل وجبات وحسب الأولويات الصحية أما في الجانب الاقتصادي ورغم الإزمة الناجمة عن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وتسلمنا ملفا اقتصاديا متقلا بالسياسات الخاطئة والمجعة وخزينا مع الأسف أفرغتها غياب الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكل على النفط رغم كل ذلك وفرنا احتياجات البلد الأساسية وطرحنا ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحية طموحة وضعت الحلول طويلة الأمد لمنع الانهيارات الاقتصادية وتجيع الزراعة والصناعة الوطنية والاستثمار وقد بدأنا إجراءات جادة لتطبيق هذه الورقة بما يخدم مصالح شعبنا وأمنه الاقتصادي قلنا إننا سنخطو خطوات واسعة في مواجهة الفساد وفعلنا وللمرة الأولى يتم تجاوز كل الاعتبارات المكوناتية وتحديات نفوذ البعض لفتح أكثر من ثلاثين ملف فساد كبيرة إذ كان مستحيلا فتحها سابقا وجلبنا المتورطين في تلك الملفات بالقانون في مثل هذا اليوم وقف العراق وللأسف على حافة حرب إقليمية ودولية كانت تحدث على أرضه وقد عملنا بكل هدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح مجددا بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره أو الاعتداء على الغير أو من جيرانه وحققنا الكثير من التقدم عبر الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لتثبيت السيادة الوطنية مثل ما حققنا التقدم نفسه عبر الحوار الصريح مع جيراننا وأصدقائنا وفي قاعدة مصلحة عراق أولا شعبنا الأبي الكريم قواتنا المسلحة البطلة إن تدعيم الأجهزة الأمنية وتكريس تخصصاتها وإعادة الاحتبار لجيش عراق البطل في صميم تعهداتنا الحكومية وقد قطعنا خلال أشهر الخمسة الماضية أشواط طويلة في طريق استعادة هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي نقول إن هيبتها هي هيبة الدولة وكما رفضنا ونرفض زج القوى الأمنية في مواجهة الشعب إنما نؤكد على أن مهمتها وهدفها حماية ابناء الشعب العراقي وليس الاحتداء عليهم ولهذا نقول للجميع لا تكسر هيبة القوى الأمنية قولا وفعلا احترموا الرتب العسكرية والبدلة والقيمة المعنوية التي تمثلها العسكري ورجل الأمن إن التظاهر السلمي حق أصيل من حقوق شعبنا ونحن تصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين فإننا ندعو شبابنا إلى الحيط والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية في سعيهم إلى أخراج التظاهرات عن سلميتها أو جرها للصدام مع الأجهزة الأمنية أو الأضرار بالأموال العامة والخاصة في محاولة دفع هذه الأجهزة الدفاع عن نفسها وعن مؤسسات الدولة فكما هو مطلوب الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين عليها حماية الممتلكات العامة والخاصة وضرب كل من تجاوز على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات أو كسر هيبة الدولة أدعو شبابنا الوطني الواعي في التظاهرات إلى تشكيل أطواق بشرية للحفاظ على سلمية التظاهر والاتصال بالأجهزة الأمنية المعنية عبر خطوط خاصة تعرض اليوم للإبلاغ عن أي محاولات للعفذ بأمن المواطنين أو تهديد حياتهم أو الأضرار بالمؤسسات والممتلكات لن نستسلم أبداً لأنصار اللادولة من أتباع هذه الجهة أو تلك أو المتضررين من هذه المرحلة ومن محاولاتهم المستمرة لتجريد التظاهر السلمي من جوهره وزرع العابثين والانتهازيين والمجرمين ومثيري الفتن في صفوفه بعد أن فشلوا في اختطاف الدور عبدالسلاح المنفلت سيحاولون ذلك باستغلال أصوات الناس ومظالمهم من فشلوا في قيادة البلد ودفعوا به إلى حافة التقسيم والحرب الأهلية وداعش الارهابي وحولوه لأساعة صراع أقليمية ودولية ولم يحفظوا الدماء ولم يصونوا الأمانة أولئك لن نسمح لهم باختراق صفوف مطالب شعبنا وزرع القطيع من جديد بين الدولة والشعب للا نقول لشبابنا راقبوا صفوفكم وميزوا صفوفكم كي لا تقفوا في موقع واحد مع من يريد بعراقه وشعبه سوءا ومع من يريد تخطيم الدولة وتكسيرها ومنحها هدية أو سبية إلى الآخرين نستذكر بكثير من الاحتزاز شهدات شرين وجرحاهم والأصوات الهادرة التي نادت نريد وطنا نستذكر ونحن نقف اليوم على أحتاب وطن يليق بالعراقيين وليقون به وعني وطنا نبنيه معا سويا عبر الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد وعادة هيبة الدولة وطنا نغير به عبر صناديق الاقتراع وفق مبادئ الديمقراطية والحياة السياسية الحرة والصحية وطنا يحفظ الحقوق والحريات ويؤمن بالتعدد والتنوع والتداول السلم للسلطة عاش العراق عاش العراق عاش العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاش العراق